السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المواجرين في إسبانيا كما أولفتكم كل نهار سأجدكم آخر المعطيات وآخر مستجدات فيما يخص تطوى الوباء في إسبانيا إذا كنت يهمك هذا الموضوع ستعرف كل التفاصيل خليك معنا تلخر وسيتشوف كل شي بالتفاصيل ورجعت معكم الإخوان وفي آخر 24 ساعة لازالت الأمور كما كانت عليه الأرقام اللي كتسجل إسبانيا مازالة متقاربة بزاف وغادي نهضروا كذلك على بعض الأخبار اللي كتهم الناس ديال إسبانيا بصفة عامة من بينها الخبر ديال الرجوع للمدارس اللي لازال في جذل كبير بالنسبة لقاع الجهات والمناطق ديال إسبانيا كين واحد الجذل كبير وما زال ما معروفاش طريقة اللي غادي يرجعوا بها التلاميذ للمدرسة واش غادي تكون 100% حضورية واش غادي تكون 50% حضورية 50% عن بعد ولا غادي تكون 100% عن بعد كين واحد الجذل كبير والنقابات ديال رجال التعليم ونتع آباء وأولياء التلاميذ كيرفضوا المقترح ديال أغلب المناطق اللي كينة في إسبانيا وغادي نضروه كذلك على الارتفاع اللي شهدته مدريد في هاد الأيام الأخيرة وكين بعض المناطق اللي مندوبية صحة كتنصح الناس ديالها في مدريد باش ما يخرجوش من المنازل ديالهم خليكم معنا تلأخر وغا نشوفو كل التفاصيل بالنسبة للحالات اللي تجلت في آخر 24 ساعة في إسبانيا تجلت 3650 حالة جديدة و25 وفاة للأسف منها 303 سجلات في المنطقة ديال أندلوس 342 في أراغون 40 في أستوريا 149 في كناريا 92 في كاستيلا منتا 122 في كاستيليون 6 في سبتا 172 في كتالونيا 99 في بالينسيا 68 في إكستري مادورا 182 في غاليسيا 1199 في مدريد ويلي سجلت أكبر رقم 26 في مرسيا 98 في نابرة 685 في البايز باسكو و 68 في الريوخة كانتابريا ومليليا مع بورتاوش داتوس إما ما سجلوش نهائيا إما ما توفقوش أنهم يعطيوا الداتوس ديالهم الوزارة الصحة وهدي ندوزو نهدروا أول شي على الخبر اللي قتليكم ديال النقابات ديال رجال التعليم وأولياء تلاميذ والرفض ديالهم المقترح اللي اقترحاته وزارة التعليم بالنسبة للرجوع للدراسة في أغلبية المناطق معظم المناطق ديال إسبانيا خسكم تعرفون بعدها أول شي أن الاقتراح ما كانش معمم كان على حسب المناطق كل منطقة وشنو كان الاقتراح ديالها ولكن الفكرة الإجمالية يعني اللي مطلوحة ما بين أغلب المناطق اللي كينا في إسبانيا هو الرجوع إلى المدارس بنصف نصف يعني ترجع 50% حضوري و50% عن بعد ويديروا ما يسمى بالأقسام يعني يدمجوا أقسام جداد وهذا الشي علاش وزارة التعليم طالبوا من هالنقابات أنهم يعني يزيدوا يعني الموظفين أنهم يخدموا الموظفين ولكن اللي حدي الآن يالله استطعوا يخدموا 800 أستاذ جديد وهذا الأقسام علاش النقابات كالطالب باش يزيدوا يدمجوا أقسام جداد باش ما يكونش عدد تلاميذ كتير في القسم مثلا إلا كانوا من قبل كيقرأوا 25 في القسم يوليوا كيقرأوا مثلا 10 أو 15 في القسم ويقلصوا من عدد التلاميذ مثلا إحدي الآن بزاف ديل تساؤلات بخصوص هذا الأمر هذا كيهدروا على احتمالية ديل الرجوع ديل رئيس الحكومة من العطلة الصيفية لأنه كيقضي العطلة الصيفية ديله فكي المطالبة ديله بالرجوع للعمل وباش يشوف يعني بالأخص يحط نقاط على الحروب فيما يخص هذه المسألة هذه هنا يا بنسبة الجهة ديل مورسيا اليوم ما أخرج الخبر ديل النقابات ويعني وجمعيات أباء تلاميذ كي يرفضوا رفض تام الطريقة اللي اقترحتها يعني الحكومة الإسبانية والمقترح ديلهم هو أن التلاميذ يقرأوا حضوريا يعني يقرأوا حضوريا في الأقسام ولكن يتحد يعني الدولة توجد لهم وسائل ديل السلامة يعني تعقيم ديل بزاف ديل الأمور ويكون إدماج ديل الأقسام جديدة وينقصوا من التقارب ديل التلاميذ فيما بينهم بالأخص الدرالي اللي ما كيقرأوش في نفس الأقسام هذو هما طلبات ديل الجهة ديل مورسيا بنسبة لأباء وأولياء تلاميذ والنقابات ديل رجال تعليم النقابات ديل رجال تعليم القلق اللي عندهم هو الصحة ديل الموظفين ديلهم والصحة ديل التلاميذ اللي كيقرأوا عندهم قال لك بأن طريقة اللي طالبات يعني الدولة باش ترجعوا بها الدراسة غير سليمة يعني شافوها صعيب يعني إذاك الشهادك ما كينش الأمان ما كينش بزاف ديل الأمور وقائية قصة تكون قصوهم يخدمو بزاف ديل الموظفين في النظافة قصوهم يخدمو بزاف ديل الأستيدة باش نقصو من الاكتصاد في الأقسام باش بزاف ديل الأمور هنا حاليا ينقل لك يلا تمنمية بروفيسور في المنطقة ديل مورسيا وهما اللي تم تعيين ديلهم ده بجداد وغايدخلو باش يساعدو في هاذ يعني الرجوع إلى الدراسة ولكن بالنسبة للنقابات أن هذا العدد هذا غير كافي وبأنه مازال خصص مازال الأطور التعليمية تدخل وتنضم لهذا الرجوع ديال الدراسة بصيفة عامة طريقة أنا كتشرحتها لكم من قبل اللي تقريبا المعظم ديال الجهات كتقترحها هو أن التلاميذ اللي في تير 14 سنة يكون عندهم حضور نصفي في الدراسة ما يكونوش كي حضروه يعني مئة بالمئة الحكومة الحزب ديال البيبي كي طالب باش لمنظومة التعليمية تعمم عليها قاع الجهات متكونش جهة بجهة يعني خصيكون مثلا نفس الطريقة باش يكون دخول مدرسي في الجهة المادريدي يلي تكون في الجهة كاتلونيا يلي تكون في الجهة مرسيا يلي تكون في الجهة قاع الجهات ديال إسبانيا هذا هو الطلب ديال البيبي ولكن دبعها حاليا ما زال الأمور ليست بين يد وزارة التعليم ولكن هي بالاحرى بين يدي مندوبياستعليم ديال كل منطقة وكل جهة. ما زلح دي الان الغموض في هذا الموضوع هذا. فاش غيكون شي قرار رسمي بطبيعة الحال في القناة ديالنا. غتلقوا الخبر في الوقيتة دياله. غديندوزون هدروا دابا. على المنطقة ديال مادريد. والقلق الذي يروج حول آآ منطقة مادريد. منطقة مادريد يعني كم ما اصبقوا قلت لكم آآ غاديا في ارتفاع في ارتفاع واحد الارتفاع اللي هو كبير بزاف. الف ومية وزيادة كل نهار يعني الالاف كتسجل كل نهار واحد الارتفاع يعني كبير آآ بخلاف باقي المناطق هادشي علاش اللي يوما المندوب ديال الصحة ديال مادريد خرج وهضر في الصحافة علنا وقل لهم كنصح هاد المناطق هادو اللي غدي نقول لكم دابا. باش الناس ديالهم ما يخرجوش من المنازل ديالهم. ماشي اجباري. كنعود نأكد لكم. ماشي اجباري ما كينش شي لاي ولا ديكريتو حاليا اللي كي منع الناس يخرجوه الا للطرورة القسوة كيفما ترف بعض المناطق في المناطق ديال اراغون في المناطق في غاليسيا مناطق في معظم المناطق والمدن الصغيرة في اسبانيا كانوا وقع لهم ما يسمى بالحجر الصحي. آآ فهاد الامر هادا يعني آآ الخطاب دياله اليوم قال لهم كنصح الناس اللي ساكنين في المنطقة نسع بيا بردي منطقة ديال موستوليس المنطقة ديال الباية المنطقة ديال المنطقة ديال الالكوميندس المنطقة ديال السيرا المنطقة ديال كرافانتيل هاد مناطق هادو كين صحهم يعني المنطق صحة بآ التقليص من الخروج يعني ما يبقاش الكونتاكت ديالهم مع الناس بزاف ويبعدوا على المناطق اللي فيها التجمعات كثيرة وبطبيعة الحال آآ مضريد كذلك يعني كتنضم المنظومة جديدة اللي طرحوا في جميع المناطق في إسبانيا أن التدخين يكون في المناطق الفارغة وما يكونش المناطق اللي يكون فيها الناس بالزاف أن الملاهي الليلية ولا المراقص الليلية ولا الحانات الليلية ما تسبقاش حالة تسد بشكل نهائي بأن المطاعم تقفل مع الساعة الواحدة ليلا هذي المنظومة اللي بغير تتبق إسبانيا وفي جميع المناطق ديال إسبانيا عارفين بأن حاليا حالة الإنظار ترفعات يعني كل جهة كتتحكم في المنطقة ديالها وياللي كتتقرر فوقش دير الحجر الصحي وفوقش ما ديرش الحجر الصحي حاليا مادريد فيها واحد القلق كبير بحكم أنها العاصمة وأن الاقتصاد ديال مادريد كي تهدد بواحد شكل كبير تقوم تعرفوا بأن بزاف ديال المحالات وديال المحالات الكبيرة يعني كنا ندروع إلى أسواق تجارية ومحالات كبيرة هنا في مادريد اللي كتقرر تغلق الأبواب ديالها بسبب الارتفاع المقلق ديال الوباء كنا ندروع مثلا على الشركة ديال أبل اللي كينا في مادريد قاعد الملاطق في مادريد الأبل سدات سدات المحالات ديالها حيثاش الارتفاع مقلق ويعني هما كيقولوا بين قوسين حفاظا على صحة العمان ولكن هو أيضا حفاظا على جيب جيوب أصحاب الاستثمار وأصحاب الشركات فكذلك إلا ما كانش الخروج وما كانش الاقتناء من المحالات وزيد عليها هذا القلق وهذا الخوف ذي الناس من المستقبل الغامض فالناس كتحاول تغفر ما أمكن الأموال ذيالها وما كتخسرهاش في الاستثنائيات مثلا بحال السيارات وبحال الهواتف وبحال الأمور السيثنائية اللي قدر يستغنال لها الإنسان الإنسان كيفكر حاليا فقوة العيش وفي المستقبل الغامض في القريب العاجل هذا هو يعني الملخص ديال اليوم ديال آخر الأخبار وآخر المستجدات نشوفكم إن شاء الله في فيديو خور ومضع خور وتكونوا فيه أحسن الأحوال بتحية لكم ونهاية أسبوع سعيدة موفقة كان معكم سوفيا المرزوقين قناة سوفيا المرزوقين للمساعدة المهاجين في إسبانيا ونشوفكم إن شاء الله وتكونوا فيه أحسن الأحوال السلام عليكم اشتركوا في القناة